وفي ذات الملف المتعادد التحديات كشف رئيس واتحاد علماء المسلمين في ديالا جبار المعموري سر ما اسمها المحاضرات السوداء في مخيم الهول السوري وتهديد أمن العراق وعشار إلى نحو أربعمائة امرأة أغلبهن زوجات قادة في تنظيم داعش ممن قتلوا في العراق وسوريا يمارسنا دور المحاضرات لتلقين الأطفال والصبية والمراهقين أفكار التطرف لصناعة جيل آخر للموت والقتل وحذر قائلا أن ما يحدث في الهول السوري يمثل تهديدا يمس أمن العراق بشكل مباشر في ظل وجود نحو 15 ألفا دون سن الخامسة والعشرين داخل المخيمة